ده يعني اللي هلمسه المواطن العادي المستخدم الزبون زينا بيقوله طب ايه اللي هيعود على الشركات ايه اللي هيعود على المناخ الاستثمار يعني الوزير واعتقد ناس كتير من الخبراء والمتخصصين كان بيتكلموا بيقولك انه يعني خدمات الجيل الرابع هتساهم في زيارة الاستثمارات ازاي؟ من اول حاجات اللي بيسعل عنها المستثمر اللي بيجي يشوف بلد علشان يشتغل فيها هي الاتصالات وكفاءة شبكات الاتصالات اللي موجودة فيها وسرعة الشبكات الاتصالات النهاردة فيه انشطة ايمة على الشبكات الاتصالات وكفاءتها حاجة مثلا زي صناعات التعهيد صناعات التعهيد بتعتمد على ان انا قدر انقل بيانات بسرعة عالية جدا من مكان الى اخر عبر العالم يتعمل لها نوع من التعامل عليها واستنتاج معلومات منها او تخزينها او اجراء اي عمليات عليها وارجعها تاني الى المصدر بتاعها بسرعات تكاد تكون مقاربة لان انا البيانات دي موجودة عندي في المكتب في حين انها موجودة في جانب اخر من العالم ده يتطلب اداء عالي جدا للشبكات الاتصالات مش بس السرعة بنكلم كمان على السبات للشبكة انه الشبكة تقدر تديني وعند الاداء عالي طول الوقت مش ان هو متذابزب يعني فده طبعا هينعكس على جاذبية الاستثمار او جاذبية مصر بالنسبة للاستثمار بينعكس على كفاءة اداء الشركات اللي شغالة في انشطة تطلب نقل بيانات ومعلومات ما بينها ومن بعضها في مصر او عبر العالم